ترقب عشق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي المهم المهم انت معامل انا اعزك الله مع صحاب المعنى صحاب المعنى صحاب المعنى حلقات تمثيلية من التراث كتبتها للإذاعة هاجر الجندي صحاب المعنى من إنتاج الإذاعة المغربية اخراج الهاشم بن عمر الحلقة السادسة كان يا سادة حتى كان كان الله في كل مكان وأحسن من بدو به الكلام الصلاة على خير الأنام كان يا سادة يا خلال فيما مضى من الأزمان قبيلة اسمها حمية الفرسان كانوا عيش فيها الناس بأمان بفضل الله ثم بشجاعة الشجعان من جنودها رجال ركبان ومشات ورمات وفرسان وكان على رأس هذا الجيش الجرار قائد مغوار اسمه المخطار فارس الشهم ماشي الجبار وما فيه عناد ولا استكبار قلبه عامر بمحبة لجل قبيلة والخوف من الواحد القهار احنا اليوم يا سادة مع حكاية فين المخطار موسيقى 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 أعطي أولاد الفقر يا أهل الخير يا أهل الخير أعطي أولاد الفقر الله يجيب الله يجيب لنا ولك ويتباكم البلاق يا لاطف هلاق بلاق اللي داز من هدك عيواز ما يأتيك درهم كيدهي معك الله يجيب الله يسير الله ينب الله يجيب لنا ولك الله يجيب لنا ولك الله يجيب لنا ولك الله يجيب لنا ولك يا أهل الخير يا أهل الخير أعطي أولاد الفقر يا أهل الخير دوره مع أهل الفقر تحرك بالجيش بعد صلاة الفجر يا مساعد المقدام وخرج به من حدود القبيلة في النور ماشي فضلة ومن بعد السيافة والمقاتلين بالدراع اللي لازم يكونوا القدام نبغي كتقامر رومات السيهام بشيسب قوي يكونوا في الأمام حيث هما جيش الحامية اللي كيحميه وكيعمله التغطية أمر سيدي قائد الجيش اه ومن بعد شي يومين أو ثلث يام إن شاء عظيم الشان إن شاء الله غادي ينتبعكم ومع أي جيش الفورسان عرى بركة الله وش درسكم وهذه الظلمونة اللي تكفيكم يلا تكلوا الله كل شي الله الله اعلى الله يا لخير يا لخير أعطيه الحكوم الفقر أعطيه القليل او لالكتير اللي اعطيتوه للقواب يوجه و الله القديم يا لخير أعطيه الحكوم الفقر أعطيه الحكوم الفقر اليوم يا شجعان يوم عظيم يوم الحقيقة والتقييم يوم الدفاع على أرض القبيلة ودفع هجمات العدو والغشيم شاء مولانا وقدر الأقدار انكتبوا اسم قبيلتنا في التاريخ والعدار كلنا تسنين هاد النهار وبما شئت القوي الجبار ههو جان يوم الانتصار ههو أوصل ههو حل ههو بأنواره لنهل سميوا الله الحي القهار وبدأوا خطوات لعزوا الافتخار وتحرك الجيش الجرار بقيادة المساعد مهوار اللي عول أنه بعدما يوصل الأرض الشجار يجهز الجيش ويبقى في الانتظار لوصول القايد المختار اللي بلا به ما يقدر يشن هجوم ولا يتخذ حتى قرار وفي هذا الوقت خرج القايد المختار في جولة أخيرة قبل الصفر كيشوف فيها سوق القبيلة أقصد بها يتطالع على الأحوال ويسمع ماه جد من أخيرها لكنه ما كانس عارف أش كي يضبروا لي هالعديان هالأشران موسيقى الله ياه للخير ياه للخير والتسير هك 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 شب بسم الله الله يخرف عليك الله يأعودهم لك الله يخلي لك مأزي لك باركة باركة عليك ها قولي ياه أعمر الكريم شنو اسمتك؟ أنا اسمي المصمار المصمار؟ ايوه هك اسموني وليديا وهك الناس يعيطوا عليها اسمع المصمار هش ظهر لك في اللي اعطيك التاكل وتشرب وتلبس لباس جديد وتعيد هاد الحواجة مقطعين ويزيد فوق هاد الشيء عمر لك جيبك بألف درهم ها؟ ألف درهم؟ ايش غادي نقول لي نقول لي نقول لي الله يحفظه وينجيه ونقول لي خاتم بنيديه اذا اسمت الكلام مزيان وصغال السلام عليكم أهلي التجارة وعليكم السلام سيد المختار ايوه يعمل الأحوال هادنالك احنا سيد المختار البيع والشرق ليل والسلعة انقصات ما النهار تعرضوا قطع الطرق للقافلة اللي كانت جايبا لنا السلعة وحنا اللور اللور اه ايوه ايوه نبقى كده ما فاته الجيش تجال قبيلتهم وما نرجع ان شاء الله الى ما ربيناهم وعطيناهم درس عمرهم ما ينساهم ونرجعون عن البضاعة اللي سق ربي معاكم سيد المختار سيد المختار اتكلم واتكلم ره واحد الرجل الكبير قال لي انكلمك ليه وفين هو اجي معايا نوصلك ليه سيد الامين السلام عليكم اتسنى 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 الاهدي الولد واتبعني اتبعني اتسنى واتبع Wong بحث السلام عليكم يا هلمكان كانش رحيتنا يا هلمكان مرحبه 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 سيد المختار عندنا نفضر بسم الله الرحمن الرحيم شكنت؟ اي انا؟ اي انا هو انت؟ شك تقولي هذا المعتور؟ كيفاش انا هو انت؟ شوف يام زيان شوف ها اتماعين لقفة واحدة بحالي بحالك الشعر واحد بحالي بحالك لين بحال بحال لون واحد وشكي واحد ايوه والصوت حتا هو واحد ولجو واحد اا اا ياكي جيتك الشعر تقول وخاك يحير العقول كله حق اوكي ولكن ما كان ضمنش ان التشابه شكل بني وبينك وخا ظهره باين كي اجألك تولي انا وارجاني انا هو انت ها دا ما شو ضمن ها دي حققه شنو؟ شنو هيدا? شكنتما؟ اغير جمع اذاك السيف ارى الحمي اكتغلب السبع وانت من العقل دور عينيك ونشوف شحال من سيف ضايرين بك يشارة صغيرة مني يغرسوا سيوفهم في داتك شكنتما شكنتما يا هاد الاعديان شكنتما يا عدين الله كيفاش ما عرفتيناش وانت جمعتي للجيش وصيف طيل قبيلتنا قطعة الطريق انت فهمت يلا حط هادك السيف والدرع ولباس الحرب ولبس هاد الهلاه الهادي اللي كان لابس هاد المصمع هلاش هلاش معوليني هاد الاشرار دابا تعرفوا تهم قالوا هاد زمن عيش نهار تسمع خبار يلا تقرأتك أيهاة كان هاب اواها هاذا كيكلت مصمع كيالات called university اه يقول يا بابا چون باقي ايقدر ولا انك النزعة الهلاه اللي تقدر تنزع معها عنك فعيل الاشرار يويلك يويلك من فعلك ويوي لمن غضب الله القوي القهار يالله زيد معانا عهل مصمار يا قائد الجيش الجرار زيد زيد عطى الجيش المختار وضيع ليهم الوقت وخليهم خارج حدود القبيلة ويوجد حال من النهار وطماطل ومنعهم من الهجوم على قبيلتنا ويبريهم شكل احسن وواش قوتهم ولا حيلتنا وانت مقه هنا يا مغوار حتى توصلك خبار هذين تجيشك الجبار يا ربي يا ربي اشغة نامل انا لازم نلقى شي حل اشوفوا اسمحوا احلي وديكم زيانة وكل فورسان فاني غير ترأي ونظاري بلا ما تمشيوا انجليش خليوكم غير هنا ارتاهو وكلو وصربو تبرو معروسكم انا غادي نمشي بوحدي ايه بوحدي غادي نمشي لعليو كيفاش ما نمشيوش هدي عمرها ما كنت اشك هاذ يلعى اشبك اشكات برجمت ممانتا اه ملكم كات برجموه لي انايا كل واعدة في القنت ملكم معجبكم الحال ايه اشب معروسكم شويا ولي ما اعجبوه حالي ايه بطب فوق العاود دابا ويحتسب وضرق عليها كم مرتوه اي ابتugال اشهد الكلام بسيد الفرسان أعمرك ما تكلمتي معنا بهذه الطريقة هذي حنا ما تعودنا منك غير الضوء والاحترام والموزون والتابت من الكلام yummy الله يسلمك مغوار انسيتيني يا سيد المختار لا 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 قالك نسيت غير مع الطريق تلفتون مش حفلية حلقي نسيت حطها رصيدة هم؟ ها كيفاش قلتي مالكاش كتشوف لا لا غير كنت كانت تسأل فين الفرصة وعليش ما جوش معك لا 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 أنا اللي غيرت الخطة ديالي وقررت نخليهم في القبيلة آه باش يحميوها في غيابنا هيوة تكشيلي كين أنت فهمتي ايوة على هذه الحسن أسيد المختار نعم لازم نرد له الخطر ها أنت ها أنت نعمل سيد المختار قول قول من هنا من هنا بعد تفضل معي ايه ها الخيمة القيادة ايه نقول لك اش نعملنا بالضبط من اللي وصننا وتعطينا أوامير كيف العادة لاش نعرفوا كيف غادي نعوضوا غياب هاد الفرسان لا 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 اشنو اللي اللي سيد المختار ايوة انا بصراحة انا ايان ايان بالطريق وحلقي مريز وريني غير الخيمة ذيالي وقلهم يجبوني بعدها يجبوني الماكلة قرارب حالي نكنا سيدي الماكلة ماذا قلت لا لا أهلو أهلو قلت لديك وخا عمز هي اللي ما تعود شوال بوا ايوة سر بغراسك الله عيدك انا اسكوريني خيمتي اوخ تفضل تفضل لا سيد المختار من هنا سيد المختار انا تفضل يلا سيد الميخوعة وقتاش غدن بدوزه اه ما عرفت ما عرفت ايوة الجندي ما عرفتش ايوة سوى سيد المختار سيد المختار ما عرفتش ماله وما فهمش اشعرش هاجا عاد من اللي يوصل هذا اسبر وهو ما حاسب الضياع الوقت قياس وما كيعمل وانه من غير المكلة والناس ووقت ما سوغلت واشغادين عملو كيقول لي يا من بعد باش يشعرك واش انت عارف كتر مني ولا فايت عقليب عقلك لاجب المختار عمرهما كان كيقريع ايام محباتهم والتفرد بالرأي والعيناد عمرهم ما كانوا من طبعه ولا من صفاته هو يكون خيري يكون خير المهم انتم ما خلكم الله يرضي عليكم ديمة موجودين واللي هجوم في اي لحظة مستعدين والخير في رب العالمين وهو اللي عنده الخبر يقين وهو نصير المؤمن سيدي ومولاي وبقى القيد لمختار مسجون سبعيام في كدار كيتنوبوا على حراسة الخراس وموقف اللي عند راسه عساس لكن القائد الشجاع قلب على وسيلة للفرار والالتحاق بجيش الجرار قطع بسنانه لحبل اللي ربطوه به الأشرار واضرب متال للشجاعة وتسن اللحظة المناسبة والساعة اللي كيبد قدلوا فيها عليها العزة واستفد من هاد الوجبة والفرصة ومشى يجري عند الفرسان واخبرهم باللجرة واللي كان والبس درع جديد وانطلق هو وياهم لعند جيش الشجعان وصل بهدوء لعند مغوار وحكلوا تفاصيل قشتهم على المصمار اللي ولا بي الليلة وانهار قائد الجيش الجرار أنا غادي نقطع ليها الرأس غادي نقطع ليها الرأس لا 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 بريا مغوار أحنا دبا ما هو أهم منه أش نزم غادي نخليه تياكله ويشرب فخيم تصيد المخطأ ويبقى زعما دايا الرأس ومطوروا إحنا البلادة كيف يرسم معلوم الله لازم ياخد عقاب يتعلم به معنى الأدب لكن انتظر انتظر دبا خلينا نتولاه وبعد أمر العديان ونقفهم عند حدهم ونحبسهم ما كيعملهم ضغيان حرك الجيش سياف ورمات وفرسان على بركة الله خد خد أشك تشوف أشك لنت مقتال ولا مسمع أشك تعمل هنا أشك تفكر لدك المه أنا انتبت معك يا القتال يا شفار شوف مزيان يا زعيم الأشرار شوف كي غادي يقسمك هاد السيف الجبار ويهني القبيلة من متالك ويقتع لك الدبر والأطار خد 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 أشك تبريان أبرار وبهجومك على الآمنين في الضيور والبرادي والأطشار نجمنا النظار بأننا يكون أمتالك ودوم علينا نعمة الأمن والاستقرار وبعد ما انتصر جيش الحق على جيش الأشرار أرجع للقبيلة بكل فرحة وعز وافتخار حامل معه لأهله بشرة الفوز والانتصار وما نساش المختار يعرض أمر المصمار على قاضي القبيلة بش يحكم عليه باللي كي يناسب أعماله وبش يكون عبرا لكل خائن وخطار كنتم في الاستماع إلى السلسلة الترافية صحاب المعنى شارك في هذه الحلقة فاطمة بن زيان ماريا صادق أحمد الناجي مصطفى تهتاه الهشب بن عمر محمد الرزين بن عبدالله الجندي نجاة الخطيب عبدالرحيم أمين محمد تويرتو صحاب المعنى كتبتها للإذاعة هاجر الجندي الهندسة الصوتية لفاطمة لتيني المخرج المساعد حمي سيان صحاب المعنى من إخراج الهاشم بن عمر